كده أخبارنا جوا النادي الأهل يكون خلصة نروح للأخبار المحلية وزي ما قلنا لحضراتكم احنا هنا في برنامج الأبطال مش بنتابع بس الألعاب الأخرى اللي بيحتضنها النادي الأهل ولكن منتابع كل الألعاب الرياضية اللي بتحتضنها مصر بصفة عامة لأنه هو ده رسالتنا وإحنا جزء من النادي الأهل نحن بندعم الرياضة في أينما كانت وأهم حاجة عندنا هو منتخب مصر ودايما بنسند أبطالنا ولعبتنا ويعني أوقات كتيرة جدا من خصص حلقات وكتير نجوم منتخب مصر سواء في رفل الأثقال في المصارعة في الجود اللي النادي الأهل أصلا ما بيستضفهمش أو ما بيلعبش البطول أو ما بيحتضنش الألعاب دي ولكن النجوم دي أحنا بنستضفها عندنا ويعني بنقف جنبهم ونسابورت بشكل كبير أعلى المسؤول الاتحاد المصر للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حساب الله عدد الدولة اللي هتشارك إن شاء الله في بطولة مصر الدولية في نسختها التامنة ولا هتتلاعب على صدر رقم 2 باستاد القاهرة في الفترة من 12 لحتى 15 أكتوبر اللي جاي طب هم كم دولة؟ 34 دولة أي رقم كبير جدا جدا طب مين هم سريعا؟ البرتغال، تايلاند، موريشيوس، إيران، جنوب أفريقيا، ألمانيا، ماليزيا، ميانيمار إيطاليا، الإمارات، الهند، انجلترا، الجزائر، الأردن، سريلانكا، البحرين، ذتنام استونيا، كينيا، اندونيسيا، فرنسا، مالتا، كرواتيا، كندا، سولفينيا، سولفاكيا، الدنماركي، لكسنبورج، السعودية بولندا، تونس، أغاندا، المجر وده بالإضافة طبعا للدولة المستضيفة مصر طبعا الحبيبة وقال الدكتور علي حساب الله الرئيس الاتحاد الريشة الطائرة أنه بيحاول يشتغل مع عضاء مجلس الإدارة بالكامل بشكل متواصل عشان تطلع البطولة بشكل أفضل وشكل مظهر يعني تليق به الرياضة المصرية والسرعة الحضرية الكبيرة وأكد نزارة الشباب والرياضة دعمت الاتحاد في الفترة اللي فاتت بمبلغ جيد عشان نقدر نجاهز البطولة بشكل محترم يليك باسم وصمعة مصر في وسط الدول الكبيرة والكثير اللي بتشارك في هذه البطولة طبعا دي صالة اتنين الحقيقة ولقطات سابقة أرشفية لأحد البطولات اللي كانت بتقام في الريشة الطائرة الريشة الطائرة محققة إنجاز إداري وإنجاز كمان فني ماشي بشكل كويس الاتحاد بيرعى يعني بيرعى الأسوياء طبعا بشكل جيد وبيعرعى أصلا البراليمبي أو النشاط البراليمبي والاتنين الحقيقة بيحققوا فيه نتائج كويسة واستضفنا الحقيقة أبطال المنتخب سواء أصحاء أو براليمبي كانوا ضيفنا واتكلمنا عن إنجازاتهم وأرقامهم الكبيرة والاتحاد الحقيقة عنده مسؤوليتين دايما بيكون في الاتحادات الأخرى بيكون فيه اتحاد الأسوياء تحت مظلة اللجنة الولمبية المصرية وفيه الاتحاد بيرعى البراليمبي بيبقى تحت مظلة اللجنة البراليمبية المصرية ولكن الاتحاد النهاردة هو بروحين بيدعم دا أو بيحتضن هذا المنتخب وهذا المنتخب وبيخطط دا وبيخطط دا مهمة صعبة لتمنى كل التوفيق لريشة الطائرة المصرية بإذن الله اشتركوا في القناة